احتضنت مدينة عينفرب فعالياتها النسخة السادسة لمهرجان عينفرب الثقافي والفني وسط حضور عديد المهتمل بالثقافة والفن اشرفت على انطلاق المهرجان الامنة العامة لوزارة الثقافة وصناعة التقليدية بمشاركة العديد من الفرق الفنية الوطنية بالاضافة الى تمثيل من الشارة مالي يسلط مهرجان عينفرب أضواءه الكاشف على جملة قضايات تتعلق بمنطقة عينفرب هذه المدينة التاريخية المتطلعة لاغد مشرق تشهد هذه الايام عرصا ثقافيا متنوعا تنوعت فيه الفقرات وقد جاء في نسخته السادسة ليستجيب الى مختلف تطلعات الساكنة الوان ثقافية وفنية ومناشط عديدة تستهدف تحسين الواقع الصحي والبي لدى السكان جمهور المتنوع ومشاركون جاءوا من مختلف المناطق على اهداف هذه التظاهرة تتحدث الامنة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية يحتل مهرجان عينفرب الثقافي مكانة مرموقة في خريطة المهرجانات الثقافية الوطنية وقد استطاع ان يثبت وجوده ويبرهنه على جدارته لنيل تلك المكانة وقد تمكن من ان يبرز التنوع الثقافية لعينفرب والغنى التراذية والعمق الثقافية لساكنتها اما عمدة بلدية عينفرب فقد تحدث باسهاب عن اهداف مهرجان عينفرب في نسخته السادسة وعن توقيته المتميز حيث تم التنظيم في سيد فصول السنة الا وهو موسم الخريف انه لشره لي عظيم ان اقف امامكم مرحبا بكم في مقاصمة بلدية ومركز عينفرب الاداري في مهرجان عينفرب للثقافة والفنون وفي رسخته السادسة مهرجان تقوية اللحمة الاجتماعية بين شعوب البلدية واخواتها من بلديات الوطن نشير في الاخير الان المهرجان يستمر على مدى ثلاثة ايام يستمتع فيها المشاركون بفقرات ادبية وفنية متميزة تعكس اصالة هذه المهرجان